نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة للتخفيف عن الموازنة العامة وتواصل المركز مع الجهاز الإداري للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء مؤكدا أنه لا توجد نية لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة مشددا على أنه جاري العمل على وضع خريطة للتقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري من أجل تحقيق الاستخدام الأكفاء لتلك التقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمة العامة المقدمة للمواطنين